لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد المعلومات أخرى التي لدي أنه بعد نقل الرئيس تبول إلى ألمانيا في وضع صحي سيء هذا اللغبار عليه ماذا حدث حدث اجتماع في وزارة الدفاع هذا الاجتماع حضره الفريق شنغريحة الفريق الأول علي بن علي وبعض القيادات العسكرية وتمت مناقشة كثير من السيناريوهات من بين الأفكار التي تم مناقشتها والمقترحات تأجيل الاستفتاد لكنه وتحدثت هذا الموضوع في المداخلة السابقة وقلت بأنه لما نقشت استبعدوها لأنه يجب أن يكون هناك مرسوم لئاسي أسي والرئيس نقل في وضع سيء وألمانيا عارفة وضعه وأنه في غيبوبة وكيف رح يخرجوا هذا المرسوم يرجعوا ووقعوه باسم تبون على طريقة بوتفليقة كالكاشي عندي السعيدة هو يختم وينحي ويدير وكيف يحب الرئيس مع لبالب والو رح يرجعوا لها هذا السيناريو هنا يجبع المجلس الدستوري ما هي الأسباب التي تخلي مجلس الدستوري يلغي هذا الاستفتاء إذا الجمع لازم يقول الحقيقة أن الرئيس مريض يضعه في وضع سحي سيء وكذا وكذا وفي هذه الحالة رح يتناقضه مع بيان رئيسة الجمهورية لذلك فتم اتفاق على عدم تأجيل الاستفتاء يخليه مر بصفة عادية وهذا الاستفتاء وهم يتمنون أن الجزائريين يقولوا نعم لهذا الدستور يهنون منه حتى إذا كانوا اضطروا إلى تطبيق المادة الدستورية بالوضع الصحي للرئيس مستقبلا إذا ساء الوضع الرئيس إيس على الأقل تبقها من الدستور الجديد ويخرج من دائرة الدستور السابق الذي تبقه الفريق الراحل أحمد قايد صالح رحمه الله إذن الإخوة الكرام أنه هذا ما نوقش وأنا عندما أقول هذا الكلام هم الآن يبحثون عن سيناريوهات الخروج من هذه الورطة وهذه الورطة وقعوا فيها الجزائر لأنه كنت من قبل قلت بأنه إلى جانب الأخطاء الكثيرة في الشكل وفي الطريقة التي جاء بها الدستور وكذا 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 قلت بأنه من أهم الأخطار والأغلاط الكبرى أنه تمرد الدستور في وقت هذه الجائحة العالمية كورونا وها هي الجائحة العالمية عشية استفتة عن الدستور أخذت الرئيس في وضع صحي بائس والآن السلطات الجزائرية راه في مفترق طرق رئيس مريض في وضع مفتوح على كل الاحتمالات نتمنى له الشفاء العاجل وشعب مقبل على استفتاء جبهة رافضة إلى هذا الدستور ومعلومات تتحدث أنه في الجنوب كثير يقولوا لا لهذا الدستور معلومات تتحدث على أن هناك الكثير من الجزائريين في الجنوب حيث انطلقت العملية الاستفتاء يقولون لا لهذا الدستور وصلتنا رسائل من جزائريين تتحدث على أن الناس اللي وضعوهم في هذه العملية عملية الاستفتاء أشخاص مشبوهين ليس لهم مستوى دراسي وهناك أيضا من يتحدث على أنهم كانوا من قبل حتى عملوا في الانتخابات السابقة وصمعتهم سيئة ولا يعول عليه ولذلك عندما قالوا هذا الكلام يحرسون الجزائريين على ضرورة مراقبة والبذل الجهد من أجل أن لا يحدث أي تزوير قد تكون السلطات العلية لا تريد التزوير ولكن نحن نعرف أن السلطات المحلية وبعض اللبيهات والعصابات الموجودة على مستوى الدوائر وعلى مستوى البلديات وعلى مستوى الولايات التي قد تلجأ إلى سليب حيث تتوهم أن السلطة تريد منهم التزوير يرفى يبادرون بأفعال من دون أن يستطيع لا يمكن بعد أن يجي رئيس بلدية أو سلطات محلية تتصل بالسلطة تقولهم واسحب من التزوير ولا لا أعتقد أن هذا لن يحدث ولذلك يتوهمون بعض الأوهام تخليهم يجأوا إلى تزوير هذا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله